فيما أكد تمسك موسكو وواشنطن بنظام الهدنة في سوريا حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أن تنظيم جبهة النصرى يحاول السئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق في سوريا قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في كلمة ألقاها أمام اجتماع موسع للقيادة العسكرية الروسية أن الهدنة في سوريا ما زالت ثابتة بالرغم من محاولات جبهة النصرى لنسفها وحذر شويغو من أن الجماعات المسلحة التي لن تنظم للهدنة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري ستكون هدفا للعمليات العسكرية المباشرة وأوضح أن موسكو اقترحت على واشنطن العمل معا عسكريا ضد مواقع جبهة النصرى وغيرها من الجماعات المسلحة التي ترفض الانضمام إلى نظام الهدنة المعلنة في سوريا كما أشار إلى أن بقاء منطقة الحدود السورية التركية مفتوحة يتيح الفرصة للوصول الإمدادات والذخائر والأسلحة والعتاد إلى جبهة النصرى مما يزيد من قدرتها القتالية ويدفعها لمحاولة توسيع رقعة نفوذها وكانت روسيا والولايات المتحدة اتفقت على فرض نظام الهدنة في سوريا اعتبارا من السابع والعشرين من فبراير الماضي إلى ذلك استبعد وزير الخارجي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد ببروكسل أن ينفذ حلف شمال الأطلسي عمليات عسكرية في كل من سوريا وليبيا لافتا إلى أن النيتو يستطيع تقديم المعلومات الاستخباراتية التي تساهم في كشف مواقع المسلحين في البلدين ميدانيا أحكم الجيش السوري خلال عملية عسكرية بدأها اليوم سيطرته على عدد من القرى والبلدات في الغوط الشرقية لدمشق تتجاوز مساحتها 40 كم مربعا بعد ذحر المسلحين وفي مقدمتهم جبهة النصرة وأحرار الشام من 13 قرية ومزرعة